مصطفى فتحي بيدخل في أزمة مع باتشيكو مصطفى طبعاً فترة اللي فاتت كان بعيد خالص عن المشاركة مع المدير الفني باتشيكو فيه أي مباراة كانت موجودة في الدوري أو حتى في دوري أبطال أفريقيا واضح إنه ما فيش اختناع من باتشيكو فيه بمستوى مصطفى فتحي وبالتالي النقطة الخاصة بتطور أداءه وده بيتكلم فيه مستوى باتشيكو مع مصطفى إنه ما تطورش أداءه ولا بيتمرن بجدية وده نقطة أعتقد خلاص إنه المدير الفني بيحط دماغه إنه لعيب ما بيتطورش وما بيتمرنش بشكل جيد خلاص بيركنه بقى بيحطه كده على زي ما نقول الرف ما بيحاولش يفكر في اللعب طبعاً دي بتتحدد بقى من اللعب إنه هو يغير شكله في التمرين بيغير أداءه بيغير طريق تفكيره وأعتقد إنه مصطفى فتحي محتاج إنه هو يغير من كل الأمور الخاصة اللي هو ما بتعجبش مستر باتشيكو أيضاً الشرط الجزائي بيثير أزمة بين الزمالك ومصطفى محمد إحنا عارفين كنا نتكلمنا على جزئية الكواليس اللي حصلت ما بين مصطفى محمد وإدارة نادزة مالك ومسؤولين في الكرة في داخل نادزة مالك إن نادزة مالك طالب مبلغ معين عشان مصطفى محمد يمشي في الانتقالات الشتوية وبالتالي وصلوا لأمور ممكن تكون قريبة شوية إنه يبقى يتمدد العقد الخاص بمصطفى محمد ويبقى فيه شرط جزائي 6 مليون يورو في الشرط ده لو جالوا الـ 6 مليون يورو يعني بما معناه هو هو نفس المبلغ اللي طالبه نادزة مالك في حالة تحتراف مصطفى محمد لكن اللاعب بيحاول يقلل هذا الشرط الجزائي لـ 4 مليون يورو هنشوف الأمور ماشية لمصطفى محمد أكيد نادزة مالك يهمه مصلحة اللاعب وأكيد يهمه مصلحة النادي بشكل كبير لكن الجزء المادي نادزة مالك مهم فيه الفترة القادمة عشان كده عارض المبلغ الكبير على أو طالب المبلغ الكبير لمصطفى محمد خيب أيضا عندنا أوباما عنده مشكلة برضو معناه زمالك في فكرة التمديد العقد والعروض الخاصة بالدول السعودي والأندية الخليجية لأوباما بيضغط بها بشكل كبير أي العيب طبعا لما بيجي له بيكلم معناه ديه بيقول له أنا عندي عرض من بره وبالتالي أوباما بيضغط على زمالك بعرض التعاون السعودي خصوصا أن مستر باترس كارتلون هو المدير الفني في هذا النادي أيضا وجود أزمة بين كابتن عبد الحنيم علي وكابتن أيمن يونس بسبب استبعاد عمر السعيد كابتن أيمن يونس إلى حد ما مش مقتنع فنيا بعمر السعيد بشكل في التوقيت ده التوقيت ده اللي حنا بنتكلم فيه عمر السعيد بعيد تماما عن المشاركة وبالتالي فكرة أنه هو يكون موجود في صفقة تبادلية كابتن أيمن يونس بيفكر أنه هو في الجزء ده أنه يبقى فيه لعب يجي مكان عمر السعيد في التوقيت ده ويبعد كده يبقى لو تحسن مستوى يرجع مرة تانية لكن عبد الحليم علي المدير الكرة بنادي الزمالك مقتنع بشكل كبير بهذا اللاعب عمر السعيد وبيتكلم أنه مستوى هيرتفع في الفترة القادمة وبالتالي في بعض الخلاف في وجهة النظر ما بين كابتن أيمن يونس وكابتن عبد الحليم علي أيضا بالنسبة ليه ساسي بنتكلم كل يوم عن عقد ساسي عقد بن شرقي عقد هوباما لكن هذا كل يوم بنتكلم عن ساسي لأن ساسي من أهم اللاعبين المتوجدين داخل النات زمانك بعض البنود وأثناء المفاوضات بتتحط منهم بند مهم جدا بند المكافآت مهند عون من الوكلة الشطرين واضح جدا أنه هو بيطلب فلوس أكتر بشكل معين بالنسبة ليه ساسي وفي نفس الوقت بيحاول يجيب له أفضل الماديات في حالة الفوز والمكسب فيه المباراة مع نادي الزمانك هو يمكن طلب 200 ألف يورو في حالة المكافأة بالنسبة لللاعب في حالة الحصول على دوري أبطال أفريقيا للموسم القادم ده جزء مهم جدا يعني اللاعب دلوقتي فرجان ساسي نحن الزمالك كسب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم ياخد 200 ألف يورو بعيد عن أي فلوس هو واخدها أو بعيد عن عقده زي ما احنا بنكلم فدي برضو حاجة أنا يعني بقول إنه هو شاطر ودي أمور أعتقد إنه سابقا في المفاوضات مهمة جدا